أشهد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواروك فرج البحسني بجهود قيادة صندوق حضر موت الخيري في سبيل استمرار تقديم المعونات للأسر الأشد احتياجا في حضر موت لتخفيف عنهم من وطأة الأعباء الاقتصادية الصعبة بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي ضد الحكومة الشرعية جاء ذلك خلال لقائه في الرياض أعضاء مجلس إدارة صندوق حضر موت الخيري الدكتور خالد بالخشر والدكتور عبد الله بن شهاب والمدير التنفيذي للصندوق سالم عمر باراس الذين أطلعوه على سير عمل الصندوق الذي استهدف في مرحلته الأولى نحو عشر بالمئة من الأسر الأشد فقرا في حضر موت ساحلا وواديا بمعدل خمسة وعشرين ألف أسرى وصرف لهم ثلاث دفعات من الإعانات وكذلك أبرز الصعوبات والإشكالية التي تواجه سير عمل الصندوق والتي أدت إلى توقف صرف المعونات للأسر المحتاجة وقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق جملة من المقترحات الرامية لإعادة صرف المساعدات على المحتاجين وتوسعت نشاط عمله من خلال دعم بعض المخابز لبيع الخبز بأسعار مدعومة ودعم الأسر المنتجة في افتتاح مشاريعهم بما يمكنهم من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل وأكد البحث نحرص مجلس القيادة الرئاسية على دعم مثل هذه الصناديق التي تساعد الأسر المحتاجة وتخفف من معاناتها وحث قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت على إلاء الصندوق جل الرعاية والاهتمام والبحث عن مصادر تمول وتدعم مساراته الخيرية والعمل على توسعة رقعة نشاطه الخيري ليستهدف أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة ولفت عضو مجلس القيادة الرئاسي إلى أهمية التواصل مع الجهات الخارجية المانحة وتقديم الجهات شرحا عن الصندوق الخيري وأهدافه وفكرة عمله للحصول على أكبر قدر من التبرعات داعيا رجال الخير من أبناء الحضر موت في الداخل والخارج إلى تقديم التبرعات للصندوق الخيري لمساعدة قيادته في القيام بواجباتها ومهامها لدعم الأسر الفقيرة في حضر موت